الحكاية اللي جاية دي أنا شخصياً من الناس المهتمين بيها الدور الاجتماعي للقطاع الخاص مسألة أهمة جداً لأنه في أي دولة في العالم ما بيبقاش يعني القطاع العام أو الدولة هي اللي بترعى في جزء كبير له علاقة بالمسئولية الاجتماعية اللي بيقوم بيها القطاع الخاص وعلى فكرة من ضمن الحاجات اللي أنا عصرتها السنوات اللي فاتت رعاية رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أيوة بتكلم عن أحمد أبو هشيمة للقرى وإعادة إعمار القرى والقرى الأكثر فقراً مؤخراً أو النهاردة بالتحديد قرية خليفة يونس مركز طماي محافظة الفيوم القرية رقم 16 في مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر تمويل 33 مشروع صغير إهداء 25 جهاز تعويدي وطبي تنفيذ 75 عملية قلب ونظر التكفل بزواج 30 فتاة يتيمة التكلفة 5 مليون جنيه مصر هذه الأمور لا تقوم بها الدولة ولكن يقوم بها رجال أعمال يقوم بها حد عارف إيه مسؤوليته الاجتماعية عارف إنه هو وجوده في المجتمع مش قاصر بس على إنه يجني الأرباح أو إنه يبقى يعني صاحب مال وصاحب جاه ولكن يجب لأنه هو ده السر في إن المجتمع يتعايش اللي هو فكرة إنه الأمن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي إنه الناس تشعر إنه البلد كلها حاسة ببعض مش فيه ناس في حتة وناس تانية في حتة يعني اللي بيعمله واحد زي أحمد أبو أشيمة ده إنه هو بيبرد قلب الناس على إنه الطبقة الغنية في هذه الدولة لا تعيش في بروج مشايدة ومش حاسة بالناس على فكرة زي أحمد أبو أشيمة فيه رجال أعمال كثيرين يعني تقول أسامي زي ما أنت عايز فأحمد النهاردة كان بيزور القرية دي قبل ما يتم الافتتاح بتاعها اللي حيبقى يوم 27 يناير افتتاح رسمي كان رايح النهاردة فيه يعني زيارة تفقدية قبل ما يبتدي الافتتاح يوم 27 أحمد أبو أشيمة كان ليه كلمة مهمة جوه القرية ليه علاقة بحاجات كتير حصلت له اللي يامل اللي فاتت خلينا نسمع أحمد بيقول إيه تعودت إن أنا حاجة من اتنينيات خانق وبص للتفادي يشتغل فأنا دايما بختار إن أنا بشتغل أكتر حاجة وأسهل حاجة لواحد يرد بالكلام إنما أنا دايما برد بالعمل ودي فرصة برضو إن أنا أقول للشباب دايما بروح وبروح مجتمعات كبيرة يعني ندوات وحاجات كتيرة يقولوا لا تنصحنا بإيه بقول كلام كله ما بقولش فيه تفاصيل بس بقول لهم أدي موقف أهو أنا فيه وترند ما شاء الله فبقول لهم شوفوا أنا هتصرف إزاي شوفوا إن أنا أول بدأت جيت لأهو ناس أحسن مني مرة في القرية دي بدأت أشتغل ما متكمل في كل حاجة ما فيش حاجة هتأثر فيها لإن في الآخر فيه حقيقة وكل اللي بيحصل على السوشال ميديا ده من وهم الخيال يقعدوا بقضعوا وقتوكو اللي عايز يقعدوا وقتو أنا قلت أنا قفلت الموضوع ده دلوقتي تماماً مش هفتحه تاني اللي عايز يفتحه ويفتحه مع نفسه إن شاء الله يقعد عشر سنين فيه بس أنا بقول لكم أنا مش هتأثر مكمل مؤمن ببلدي هسحب بلدي أنا رجل وقفته قدام دولة كاملة وبدراعي عشان علي سالم الرجل المسبون في قطر ظلماً وعدواناً وأنا عدت معي خمس مرات بس أنا اتعلمت دير رجولة فأنا الموضوع ده بالنسبالي وهذا دافعه لغاية إن شاء الله ما يطلع براءة فأنا يعني موقف كتير بس أنا في الموقف ده حبيتها نيه علشان رغم إن فيه ناس كتير جداً نصحيتني قالتلي بلاش تفتح بقى الموضوع ده تاني الموضوع خلص وده السوشال ميديا لا 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 أنا بنهيل لأن ما فيش موضوع بالنسبالي ولا حاجة من دي هتأثر فيها والموضوع بالنسبالي تقفل بس أنا بعمل فيديو ده للناس للشباب اللي أنا بحبوهم اللي بيدعموني اللي شايفيني حاجة كويسة عمري ما أخيب ظنكم بعمل لكم انتوا الفيديو ده بقول لكم ده دي الحياة إن أنت دايماً هتلاقي إنها استقصرك وتحاول توقف ضدك وإنت في الآخر طالما عندك إمان بالله وإمان بنفسك هتنتصر وهتنتصر ده يقين أن هتنتصر شكراً لكم وبشكر أهل القرية كلهم اللي أنا بقول لكم دي ناس أنا بشوفها هسميني ألف مرة من بساطتهم وجمالهم ومعظم الناس هنا أهلوية والزام الكويمة والزام الكويمة مستعالوش فبالذات الأطفال يعني فيوم سعيد عليكم وإن شاء الله كل أيام أيامنا تبقى سعيدة وعشرين عشرين بقى إيه يعني أنا بقى أنا مكنتش ولا فيديوهات ولا بتاع الله اخسر فيك الكلام اللي قلته فيك أهلوية وزام الكوية لا أحمد أبوهشيمة رجل الأعمال المصري النهاردة بيتفقد هذه القرية وإن شاء الله تتفتح يعني قريباً يوم 27 يناير بعد كم يوم وعمل اجتماعي جميل وأبوهشيمة واقف على رجلية زي ما أنتم شايفين كده ترجمة نانسي قنقر